ماركة إعادة التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف البالغ 2% تبدو طويلة بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي الذي يتوقع أن يواصل رفع أسعار الفائدة رئيسة البنك ريستين لغارد أقرت بأن التضخم الأساسي في منطقة اليورو لا يزال مرتفعا للغاية حتى بعد الإنخفاض الذي سجله المقياس الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال شهر مارس الماضي وأشارت لغارد إلى أن البنك لا يزال عليه بذل الكثير من الجهد لإعادة التضخم إلى 2% على المدى المتوسط مؤكدة أن الخطوات المتكررة لرفع أسعار الفائدة يؤتى ثمارها كما كررت التأكيد على أن الضغوط التي شهدتها الأسواق المالية مؤخرا لن يكون لها تأثير في معركة الحدي من ارتفاع الأسعار وتسارع التضخم الأساسي الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء المتقلبة في منطقة اليورو ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.7% في مارس بينما انخفض الرقم الرئيسي إلى 6.9% من 8.5% ويشير ذلك إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل سياسة رفع الفائدة رغم مخاطره والتي تكمن في إمكانية أن يؤدي ذلك إلى كبح الاقتصاد بقوة مع الحد من الإقراض وإلى زعزعة استقرار القطاع المصرفي بعد إفلاس بنوك أمريكية وإنقاذ آخر سوسري وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 3.5 نقطة مئوية منذ يوليو 2022 وتشير التكاهنات أنه لا ينوي التوقف عند هذا الحد اشتركوا في القناة